تخصيص حصة 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية في إطار توجه عام نحو الطاقة النظيفة قابلها تحركات من قبل بعض المستثمرين للاستثمار في المجال فكانت العينة من محطة الوقود في الشراغة والتي تعد الأولى من نوعها صممت وصنعت بسواعد جزائرية 100% وبمعدل إدماج يصل إلى 70% نحن كشركة خاصة عملنا استراتيجية لتعميم واستراتيجية للتصنع هذه الاستراتيجية نبدأ بمراحل المرحلة الأولى نبدأ ونصنع خمس محطات في اليوم وبعدها نبدأ ونزيد في الغيطة تصنعنا حتى نلحقه حتى أكثر من 200 محطة في اليوم هذه هي سينكاباسيتي تحت 43 كيلو وات لكن كاين محطات يكونوا أكبر مدة شحن تكون بين 45 و20 دقيقة إطلاق مناقصة بغية إعداد قائمة مصغرة لشركائها المحتملين هو ما ستشرع فيه مؤسسة نفطال في المستقبل القريب خاصة وأنها ستكون بحاجة إلى العديد من الموردين لبناء شبكتها سيتم تعميم عملية إنجاز محطات شحن كهربائية أخرى عبر كافة تراب الوطني وذلك لضمان تزويد متطلبات سيارات الكهربائية التي سيتم استدرادها مستقبلا لتعميم هذه العملية تم إطلاق مناقصة من أجل إعداد قائمة مصغرة لإنجاز المشروع وزارة الصناعة وفي هذا السياق فرضت على وكلاء السيارات بعض الشروط لإنجاح تعميم استعمال المركبات الكهربائية في الجزائر قوة القانون هو منزم أنه يلبي هذا الطلب ويلبي هذا الطلب بتلبية كل الأمور التقنية الأخرى يعني أنه يعطيه لمنصة الشحن تكون مع السيارة تعود وأيضا توفير قطع الغيار وتوفير خدمة ما بعد البيع توفير الأرضية المناسبة لهكذا نوع من السيارات على غرار قطاع الغيار وتوفير بحطات الشحن السريع ناهيك عن التحكم في الصيانة والتصليح من شأنه تشجيع العديد من الجزائريين لاقتناء السيارات الكهربائية